اشتركوا في القناة في مجال علم امراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تجد نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد ان ده اكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتلفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل اسم اس او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة تناولنا مع حضراتكم المرض الشائع والمنتشر والذي هدد البشرية وما زال يهدد العالم والذي حجم اقتصاديات العالم واوقف الطائرات واوقف مسارات الناس واوقف خروج الناس من البيوت الكوفيد 19 وهو نوع من الوباء الفيروسي ونقلنا لحضراتكم كيفية التفادي وطرق العدوى وكيفية التعامل للأسف الشديد لن يستطيع العالم ان يقوم بعزل تام على مدى شهور قد تمتد فيها وجود الفيروس وهو ما يمكن للطب ان يحجم من انتشاره لكن لضغط الاقتصاد ولضغط الرغبة والمعيشة والاحوال المعيشية والحياتية للناس سيقوم العالم بفتح المجال بعد ما تنتهي الزروة الوباء وبالتالي هنبقى دايما الى ان يكون هناك لقاح للتعامل مع الوباء سيكون هناك للأسف الشديد كل يوم ضحايا يصابوا وللأسف الشديد كل يوم وفيات فيجب ان تدور عجلة الحياة والانتاج ويجب ان نحاول ان نقلل من هذا في الحلقة دي هنحاول نوضح لحضراتكم ايه اللي نقدر نعمله وهو تكرار لما قلنا قبل كده علشان تدور عجلة الحياة دون ان يصاب الكثير من الافراد بهذا المرض ندي لحضراتكم من لا يتعلم من تاريخه لا يتعلم الحاضر التاريخ هو المعلم الاول لازم يجب ان تنظر اليه لتعلم ما ما هو موجود في الحاضر وتستقر المستقبل هيحصل في ايه سنة 1918 لسنة 1920 كان انتشر هناك وباء اللي سمي بالانفلونزا الاسبانية والذي قضى على ملايين البشر ويقال ان الارقام قاربت فاقط على العشر ملايين وبعض الناس بتقول تلاتين مليون قضى عليهم هذا الفيروس وهو فيروس من نفس العائلة وفيروس من الفيروسات التنفسية فنبص ايه اللي حصل فيه ما بين 1918 لـ 1920 عشان نعرف احنا رايحين لايه ويبدو ان العالم على موعد مع وباء تقريبا كل قرد الفيروس تقريبا ابتدى في شهر ما بين يناير وناس بتقول مارس سنة 1918 وانتشر نتيجة لوجود الحرب العالمية الاولى بين الجنود وسوق التغذية والاحوال المعيشية فادى الى بعض الوفيات وبعض الناس افتكرت ان الموضوع انتهى على كده لان زروة الفيروس والوباء ده قل تقريبا في شهر مايو زي ما احنا مقبلين وزي ما احنا نرجو من الله ومتوقعين ان الزروة اللي عندنا دي تقل لكن عاد الفيروس ليضرب مرة اخرى في شهر اكتوبر بقوة شديدة وقتل الكثير من البشر واصاب السيدات الحوامل وقتل من السيدات الحوامل 35% تقريبا او اكتر من اللي اصابهم وده حصل بعد تقريبا عدة شهور ثم بعد سنة في سنة 1919 عاد الفيروس مرة اخرى لكن بصورة اقل ووفيات اقل ثم سنة 1920 عاد مرة اخرى وبدرجة اقل وبوفيات اقل فاكتشف العلماء وفكروا ان يبدو ان كل مرة كانت بتيجي اقل بعد الزروة اللي في نوفمبر نتيجة لان الناس مع مسرهم في المجتمع اكتسبوا مناعة التي يقول عنها الاطباء هيرد اميونيتي او مناعة القطيع او المناعة المجتمعية يعني ايه؟ يعني تعامل البشر ونزلهم وتعاملهم مع بعض هيسمح ان كل واحد هتجيله العدوى من الفيروس ده بس بدرجة بسيطة ما تعملش اعراض ما تأثرش على جسمه يقوم يكتسب مناعة تحميه لاحقا من انه يصاب بالفيروس ده مرة تانية عشان كده التفارات والتطورات اللي بيعملها الفيروس جينيا عشان يغير من نفسه ويرجع يصيب الناس تاني هتبقى اقل بمرور الوقت لان زي ما قلنا ان لما نخلي الناس يمشوا في المجتمع 60% من الناس تقريبا هيصابوا لان الفيروس بنتكلم عليه شديد العدوى لكن معظمهم 80% هتبقى عندهم اعراض بسيطة او بلا اعراض وبالتالي مش هيحتاجوا الى معاملة طبية لكنهم للأسف معضيين وحيكتسبوا مناعة وبالتالي بقى فيه تفكير في الطب اسمه مناعة القطيع يبدو ان بعد مئة سنة بالزبط من هذه الانفلونزة الاسمانية كان العالم على موعد مع وباء فيروسي اخر وهو ما يمكن ان مطبق عليه نفس القواعد لا علاج لهذا المرض لا يوجد علاج اي حد يقول ان اللي بيمرده بندله ده احنا بندلهش ده ولهذا الفيروس احنا بندله ده ونرفع مناعة انها تتعامل مع الفيروس او نحاول نقلل المضاعفات لكن حضرتك مناعتك هي اللي بتتعامل معاه يبقى لازم المناعة تبقى كويسة المناعة تبقى كويسة دي بان صحتك العامة تبقى كويسة غزاك كويس ساعات نومك كويسة ما تبقى الشاي للهم وبتفكر لان الحزن والنكر بيقلل المناعة وتتوكل على الله قبل وبعد وتاخد الاحتياطات الناس وهي ماشية في المجتمع كتير منهم حيجي لهم وكتير اكتر من الارقام المعلنة بكتير بس حيجي لهم بدرجات بسيطة ستؤدي لاكتسابهم مناعة بعد فترة لما ييجي الفيروس ده ينشط تاني حنلاقي ان عندنا 30% 40% من البشر اللي موجودين في البلد دي بقى عندهم مناعة فيبقوا اللي يصابوا يبقوا بايه عدد اقل واللي يجي لهم الاصابة تجي لهم اصابة اقل لان كان مناعته متحفزة ضد هذا الفيروس بطريقة الماء وهو ما يطلق عليه في الطب مناعة القطيع او خلق المناعة المجتمعية وبالتالي ينتظر العالم كله مرور عدة ايام لتنطفق زروة هذا الوباء ويبدو اننا مقبلين على ده ومبارح وزارة الصحة المصرية اعلنت خطة الوزارة المصرية ليه التعايش مع الفيروس يبقى ما قلناش القضاء عليه وما قلناش علاجه وما قلهاش انهاءه قلنا ان احنا نتعايش معاه يعني ايه نتعايش معاه؟ يعني نعيش ونعيش حياتنا ونخرج ونمارس حياتنا بس حياة جديدة باشتراطات جديدة علشان ما ننتقلش لينا الفيروس بنسبة عالية مناعتنا ما تقدرش تقضي عليه وبالتالي نصاب بمضاعفات واللي قد تصل بعد الشر الى الوفاة طب ايه بقى اللي حنعمله في الايام القادمة ستبدأ دول عالم كلها في تخفيف الحظر وبالسماح للناس بالعودة التدريجية ليه الحياة؟ لكن زي ما قلنا حياة جديدة تقوم على مبدأ الاحتياط الاحتياط انك تشكف ان كل واحد قدامك هو قريبك اخوك ابن عمك الجارك انت بتشك انه قد يكون مصدر للعدوى وبالتالي من خافة سلم هتاخد حظرك ولما تاخد حظرك والاحتياط ان شاء الله ما يحصلش حاجة ازاي اخد الحظر والاحتياط ده اهم جملة هو التباعد المجتمعي اذا كان الفيديو الاولاني معنا جاهز نشوف الفيديو عشان نشوف ازاي نقدر نطبق قواعد التباعد المجتمع عشان نقدر نرجع لشغلنا ونرجع لحياتنا بس بالحظر اللي خلينا ما نصبش باذن الله تعالى نشوف كده الفيديو بيقول ايه ممنوع السلامات ممنوع الاحضان ها ما هواش هنخرج الى النوادي وإلى المجتمعات وإلى المولات والاماكن المغلقة اللي الناس بيتجمع فيها هنقعد الناس في البيوت فترة زروة المرض لكن مش هنقدر نطبق ده لفترات طويلة لان الناس اهو ده التباعد المجتمعي بين كل فرض والتاني على الاقل مترين تخيل انك شاي العصايا سيلفي كده اللي بتصور نفسك بيها ومددها على اقصى اتساع ليها المسافة اللي بتوصلها العصايا السيلفي دي هي المسافة اللي تبقى بينك وبين اي حد الناس اللي سنهم كبير الناس اللي عندهم امراض اللي بلاص دي يعني عنده مرض الستات الحوامل دول هاي رسك دول مجموعات عالية الخطورة يجب ان يتجنبوا التجمعات ويتجنبوا النزول قدر الامكان الاماكن المزدحمة نتجنبها لازم تبقى في مسافة مجتمعية بين البشر البشر ما يلمسوش بعض ما يلمسوش اسطح بلا معمى ما يقتربوش من بعض يتجنبوا السلام والقبلات لان دي طريقة لانتقال المرض لان المرض ينتقل عن طريق الرزاز والافرازات التنفسية من المصاب نشوف الفيديو التاني اذا كان جاهز هذا الرزاز والافرازات التنفسية دي بتوصل الى تقريبا مسافة متر واحيانا مترين مع عطس شديد فيه باحيانا اكتر من كده لكن نقول ان احنا ما بين متر ونص المترين قلنا لكم قبل كده سنة 2020 ظهر هذا المرض فمطلوب ان حضرتك تاخد 20 فيت اللي هو تقريبا مسافة من متر ونص الى مترين و 2 فيت سنقاسف مسافة من متر ونص المترين وتخسل ايدك لمدة 20 ثانية وفيه zero exception للكلام ده لو الفيديو التاني جاهز معنا نشوف الفيديو ازاي نطبق التباعد المجتمعي social distancing ازاي نطبق التباعد المجتمعي الافراد كلهم حتى افراد العيلة الوحدة ما يبقوش فيه اقتراب بينهم لازم تبقى المسافة اهو مفيش الاقتراب ده بص الستوة بتتكلم الرزاز العطس الكحة الكلام كل ده بيطلع رزاز لازم نبقى على مسافة ما بين متر ونص المترين مفيش التجمعات مفيش اصلنا رايحين فرح مفيش اصلنا رايحين العزة ونقعد فيه ممكن نمشي في الهواء الطلق لان الهواء الطلق انتشر الفيروس فيه اقل بس برضو نحافظ دايما المسافات بين الناس متر ونص المترين ممكن الولاد يروحوا المدارس بس هنسيب بينهم مترين يعني اكننا هنسيب بين كل واحد والتاني كرسيين فضيين زي ما حضراتكم شفتوا ممكن ننزل للشارع ممكن نبتدي نروح السوبر ماركت ممكن نروح المولاد بس شايفين المسافة المسافة تقريبا من متر ونص المترين هنقعد في منطقة مفتوحة ودي العدوى فيها اقل بس برضو نحافظ على الـ social distance لازم نحافظ على المسافة المجتمعية الناس اللي بتلزق في بعضه بتسلم على بعض حتى في القضة الوحدة لازم المسافة النوم تبقى على الاقل متر ونص نبقى فادي بعض علشان مع الغسيل المتكرر للأيديين وعشرين ثانية على الاقل وياريت كل ما تلمس حاجة تتجنب لمس الحاجات غير الضررية لمست حاجة وشاكك فيها ومنتش موجود قرب مصدر المية هتستخدم مطاهر في مادة كحلية او مادة مزيبة للدهون عشان تزيب المادة الدهنية ليه الفيروس تمام stay healthy تنام كويس تاكل اكل صحي تحرص على صحتك لاننا لا نملك علاج لا نملك سوى مقاومتك مقاومة حضرتك هي الجيش الذي يحميك هو جهازك المناعي هو الشخص اللي حضرتك مستأجره عشان يبقى الحارس الشخصي الذي يحمي بيتك اللي هو جسمك هذا الحارس اللي انت حضرتك مستأجره قوي جدا حد جيه يهجم عليه خبطه خبطة واحدة اماته من غير ما حضرتك تشعر وتحس دي الناس اللي منعتهم قوية قبلوا الفيروس والفيروس ما كانش عنيف وما كانش جرعته عالية ما حسوش باي حاجة مقاومتهم انهته وبدون ما هما يتأثره منعت حضرتك ضعيفة شوية المعركة اللي ما بين منعتك وما بين الفيروس لحين القضاء عليه قد يصحبها بعض اعراض الفيروس الاحساس بالهمدان وتكسير الجسم الالم في الحلق والزور وقد تتطور بعد كده حضرتك منعتك قليلة قوي ونجح الفيروس ده ان يدخل الى الرئة زي ما قلنا اثناء ما المناعة بتحاول تهاجمه بيحصل فيض من الافرازات المناعية يملأ الرئة فللأسف الشديد كأن الرئة مليانة من سوائل هذه السوائل مليانة اجسام مضادة بتحاول تموت الفيروس لكنها افلت الحويصلات الرئوية الاماكن التنفس فكأن هذا الشخص اللي تقدمت به حالته كأنه غريق ورئة مليانة سوائل ولا يستطيع التنفس ودول اللي هيحتاجوا تحطوا على جهاز التنفس الصناعي يبقى الناس ستصدر قريبا اوامر لعودة الحياة وللانفراج التدريجي هنرجع للحياة تدريجي بس مش هنسبها زي ما تيجي تيجي هنرجع تدريجي لكن هناخد بالنا وحناخد احتياطاتنا وحناخد الحذر وحنشك في كل حد وحنتفادى التلامس وحنتفادى التعامل القريب وحنستخدم الكمامات اللي قلت ملهاش لازمة في الوقت طلق لكن اي مكان فيه تجمع ومغلق والسوشيال ديستنس بتقدرش هتبقى حتمية استخدام الكلام ده لتجنب العدوى ربنا يعفي عننا جميعا وبإذن الله للأسف الشديد هذا فيروس والفيروسات والأوبئة لا تنتهي إلا إذا كان فيه لقاح محدد ويقوم بتحفيز جهازك المناعي عشان يبقى مستعد القضاء عليه إلى أن يحدث ده ولا يبدو أن هذا سيحدث في القريب العاجل الناس اللي بيتكلموا على القواعد لتطبيق الأمصال واللقاحات بيقولوا على أقصى تقدير مش قبل نهايات 2021 بعض المواقع وبعض المراكز البحسية بتقول لأ إحنا عمالين ننتج كميات كبيرة حتى مش منتظرين النتائج السريرية اللي ابتدت عشان أول ما النتائج السريرية تقول أنه يمكن استخدامه نحاول على آخر العام ده بعد خمس ست شهور اللي متوقع يكون جات فيه موجة تانية من الفيروس يبقى عندنا لقاح ونبتدي نستخدمه لكن إلى أن يكون هناك لقاح ومتاح استخدامه بصورة كوميرشال تجارية على مدى العالم كله وآمن لن نستطيع القضاء عليه لكن القضاء عليه يتم من مناعة حضرتك تبقى كويسة مناعة حضرتك تبقى كويسة أن أنت لو من الهاي رسك من الناس اللي نسبة الخطورة فيهم عالية سنك كبير عندك أمراض مزمنة من الحوامل يتجنبوا الزحام والتجمعات ويتجنبوا النزول قدر الإمكان طيب نمرة اتنين الناس اللي مناعتهم كويسة هنسمح لهم بالتعامل المجتمعي بشرط التباعد المجتمعي بشرط عدم التلامس بشرط أخذ الاحتياطات بشرط عند ظهور أي بادرة لأعراض مستلتفاع بسيط في الحرارة أو في أي أعراض تنفسية تقوم بتعزل حضرتك نفسك في أوضى في بيتك واتتبع حرارتك ومحدش يدخل عليك من أهل بيتك اللي واحد فقط يا دوب هو اللي يخدمك وتبقوا حضراتكم انتوا الاثنين مستخدمين الكمامة دي القواعد اللي حتنطبق وحيبقى العالم الجديد والتعامل الجديد والتباعد المجتمعي كفانا الله وكفاكم شر الأمراض والأوبئة سأستكمل مع حضراتكم هذا الحديث لكن بعد أول اتصال في حلقتنا اتفضلي يا سماح سلام عليكم السلام أيها دفتر أيها دفتر أيها أنا مش عايز أرد عشان حضرتك فتح التلفزيون الصوت حيعمل صدق يعني اتفضلي جاتني آخر مرة آخر صهر تلاتة فالمهم هي جاتني بس جاييني بغزارة المراضي وزي نزيف كده آه بس هي جات معدها بس هو ده ينزيف كتير أول مراضي فالحل إيه حضرتك آه حضرتك حضرتك ما قدمتيش نفسك غير أنا سماح وآخر دورة جات واحد تلاتين تلاتة أنا معرفش سماح دي سنها كم سنة معرفش متزوجة ولا أنسة معرفش حملة ويلدة ولا لا متزوجة دكتور متزوجة بقى لي حضرتك اعرضي حالتك عرض طبي عشان أقدر أفيدك متزوجة دكتور بقى لي بقى لي 14 سنة ومعايا توقن وحضرتك بتستخدمي وسيلة المنع الحمل وما بيحصلش حمل بقى لي قد إيه ما بيحصلش حمل بالضبط بقى لي 6 سنين وده حصل صاعد بعد ولادي دول ولادي دول 2009 حصل صاعد في 2012 وحضرتك مش في بالك موضوع الحمل ما بتسأليش عليه ما بتدوريش عليه لا ما بدورش عليه والدورة منتظمة آه منتظمة والدورة دي فقط هي اللي جات شديدة آه قبل كده ده ما حصلش لا ما حصلش طيب اسمعيني بعد إذن انتخلق التلفزيون حضرتك محتاجة تعملي صنار مهبلي لازم صنار ولازم مهبلي ولازم عند طبيب جيد لبيان سمك بطانة الرحم وبيان أي خلل عضوي في الحوض سواء داخل بطانة الرحم أو في عضلة الرحم أو على المبيضين فإذا لم يكن هناك خلل عضوي يجب عمل تحليل للهرمونات لبيان إذا كان في خلل هرموني هو سبب هذا معنا اتصل تلفوني آخر تفضله نالو أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حامل تاني مرة أيها أول مرة قد عمل تحليل دكتور عملت تحليل وطلع التحليل بتاعي سي أمي بي كم درجة كان الماتجة بتاعته تلات تلاف مهمين وستين أي أي الأمي بي ده ايه ده سي أمي بي سي أمي بي آه آه ده ده تلاف خمسة وستين آه ومكتوب جنب السي أمي بي ده آي جي جي ولا آي جي أم آه آي جي جي تمام حضرتك بعد إذنك اقفلي المكالمة هذا تحليل لا أهمية له وغير مطلوب وألغي من الطب ولا يدل على أي شيء وهذا تحليل يدل على مناعة لإصابة سابقة من هذا المرض وهذه التحليل ألغيت أنها تطلب في الحمل وألغيت أن حب يرعب ست منها وبعدين يقول لها عيديها يقول لها إيه ده ده ما بينزلش ده بيزيد لأن منعتها بتزيد حضرتك بيقسوا عندك المناعة اللي المفروض يبقوا مبسوطين أنها عالية مش المرض وهذه المعلومات يعلمها طالب سنة تلتة كلية طب فهذه التحليل بالتالي ليست مطلوبة ولا مجال لطرحها لأنها لا تفيد بأي شيء آه تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا متجوزة لي عشر سنين أيه خلفت أربع مرات ولدت قيصري أيه في العشر سنين ده للأربع أطفال أتوفي أيه بعد الشر نعم لماذا؟ ماذا كان سبب الوفاة؟ سبب الوفاة كان فيهم اتنين نزل عنديهم دمور في المقر وعنديهم سكن في القلب أيه واحد أخذ همهم كلهم بيتوفوا من خامس يوم من ولادة ومن رابع يوم والأتنين التانين؟ والأتنين التانين واحد ده آخر واحد طبعا ولدها تمانية 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 آلفين وآآ آلفين وتمنتاشر ده كان سليم مفوش أي حاجة بس آآ الحوار إنه هو أخذ مقرب من الحضانة أول متولد هو دخل بديك تنفس آآ فأخذ عشر طيام في الحضانة وأتوفى آآ بالوقيت يا دكتور أنا حامل في نص الثامن في نص الشهر كام؟ آآ في نص الشهر الثامن الثامن؟ آآ الثامن آآ آآ لهم عملت تحليل وتحليل الوراثة وكل حاجة قالوا لي الحمد لله سليم ما نفعش أي حاجة لا يا فندم ثانية واحدة ثانية واحدة حضرتك من الصعيد وقاموا أيلين لحضرتك أنت وجوزك قريب آآ آآ فأمتي أيلالهم آآ آآ رايب أنا أحكيلك القصة أصلا يعني فأموا أيلين لك طيب ولا يهمك وقرائب إيه ما تأسرش في حاجة روحوا أعملي التحليل دي التحليل اللي حضرتك عملتها تحليل عدد الكروموزومات فحتلاقي كده التحليل اللي حضرتك عملها مكتوب في تحليلك أنت 46XX اللي التحليل ده بيقول دي واحدة 6 وتحليل الزوج 46XY ده بيقول ده راجل ففاهمينك أنك كده طبيعية خلي بالك عملنا لك تحليل الكروموزومات بتاعت الوراثة أنت فلة يا فندم دي تحليل عدد الكروموزومات حضرتك أنت وجوزك حيطلع التحليل دي يقينا طبيعية ومع ذلك أنت عرضا متجيبوا أطفال فيهم مشاكل لأن عوامل الوراثة لا تؤثر في عدد الكروموزومات إحنا عندنا الخلل اللي بيحصل والتشوهات والمشاكل فيها أسباب إما خلل في عدد الكروموزومات وده اللي انتو مش هيبقى عندكم أو خلل رغم أن العدد طبيعي لكن أداء الكروموزومات وتكوين الأنسجة اللي مش طبيعي وده اللي هيبقى عندكم بسبب الأرابة وده اللي التحليل دي لا تنفيه بس دي التحليل اللي رخيصة وعلى قدل بإيد وعشان يقولولك بصي بتوجعيش دماغنا مش عايزة تحليل أهو بصي عملت تحليل الله حلوة أنت كده حلوة المهم يا دكتور أنا ده الوقت في نفس الثامن وده الوقت اللي هي أسبوع بالزبط الجنين اللي يعني بيتحرك إمتى بقى بيتحرك مثلا بعد استثور وبياخد فترة ما يتحركش بيتحرك إمتى بعد المغرب يا فدم حضرتك بتصومي وده مطلوب الحمل ما هواش داعي للفطار وست الحامل ايه الطبيعية اللي في بطنها طفل طبيعي حيتحرك بعد الصحور لمدة نص ساعة ساعة لما تاكل ثم هيقل الحركته طول ساعات النهار لأنها ما بتاكلش ثم هيتحرك بعد الفطار ده الطفل الطبيعي ما قصدش طبيعي يعني ما فيوش تشوهات طبيعي يعني رد فعله طبيعي لنظام أكل الست هيقل حركته في ساعات النهار الدكتورة عارف كده أجل لازم تفطري فأنا طبعا فطرت ليه 3-4 سيار وبردك نفس الطريقة طيب يا فدم أولا قلة الحركة أثناء ساعات الصيام ليس داعي للفطار تمام وديك فطرت وما فيش حاجة تغيرت وحضرتك لما تبقي قال أنا روح اعملي مش عند الدكتور اللي بيتابعك عند مركز أشعة اعملي حاجة اسمها دوبلر لقياس سريان الدم في المشيمة والحبل السري هيطلعوا طبيعيين تماما هيطلعوا طبيعيين بس تحليل الكرمزومات دي لا تنفي ولا تقي من أي شيء للأسف أنا قلتلك قلتلك الحكاية وقبل ما حضرتك تحكيها قلتلك حصل كذا مع إن حضرتك إيه كعادة المصريات أنا أخلفت أربع مرات ما جابتش سيرت إن أنا وجوزي أرايب وإن عندنا مشاكل لا لا أنا أخلفت أربع مرات والأربعة قيسرية هو دا البداية لكن كل حاجة طبيعية خالص نتفادى دايما ذكر المشكلة لكن آه حضرتك إنتي وزوجك أرايب وعندوك مشاكل بسبب القرابة ومعنين ما نقعد نتشال ونتحط ونقول تفادوا زواج الأقارب يقولك لا والله أنا أعرف واحد في بلدنا اتجوزوا وما عندهمش حاجة أنت تعرف واحد ونعرف ميات والاستثناء يؤكد القعدة ولا ينفيها ومشاكل القرابة لا يستطيع الطب إنه يحلها مش معنى كده إن الطفل اللي جاي حيجي فيه مشكلة معنى كده إن الطفل اللي جاي جايز يجي فيه مشكلة والمشكلة إحنا ما نقدرش نتنبأ بيها أو نمنعها هذا هو صحيح الطب كل السيدات وكل الأنسات فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل بشة خير عدنا إليكم بعض الفاصل ونعود ونستكمل معكم بشرة خير هل فيه أي اتصالات معنا ولا نكمل؟ طيب وبالتالي في تاريخ الأوبئة يبدو أن كل قرن يقوم وباء بالانتشار في البشرية والتأثير في نسبة كبيرة من البشر ويحدث هذه النسبة من الوفيات الحقيقة الناس منزعجة لسببين لأن وسائل التواصل الاجتماعي زادت وبالتالي النشر المعلومة والمعلومات بقى أزيد من الأول نمرت نيل لأن الناس كانوا ظنين أن إذا أخذت الأرض زينتها والزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كانوا فاكرين أننا وصلنا إلى درجة من العلم اللي نستطيع القضاء على هذه الأوبئة وأن الأوبئة والميكروبات والفيروسات أصبحت من ماضي صحيق لكن دايما قلنا أن ربنا يرسل لنا هذه الرسائل بأضعف وأظهر مخلوقاته عشان يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ونسلم بحكمته وبقدرته وإلى أن يكون هناك لقاح واضح ضد هذا الفيروس وهذا لن يكون متاحا قبل مدة سنتعرض إلى موجات من نشاط الفيروس ومن نشاط الوباء ثم تخمد وتقل الناس اللي بتتعامل تعامل مجتمعي جيد يعني بينزلوا ويعيشوا حياتهم مع الالتزام بالتباعد المجتمعي هيكتسبوا مناعة مكتسبة متدرجة من تعرض لجرعات بسيطة من هذا الفيروس تستطيع مناعتهم أنها تقضي عليها وفي النهاية يبقى عندهم أجسام مضادة اللي تستطيع القضاء على ده إذا تعرضوا له مرة أخرى وده فكر التعامل وفتح المصار الحياة والتعايش المجتمعي بشرط التباعد المجتمعي اللي حنشترط عليه واللي مهم جدا الفترة الجاية أن تنظر لكل مكان ولكل سطح ولكل شخص على أنه مصدر خطر وقلق والحذر بإذن الله صحيح لا ينجي من قدر لكن من خاف سلم معنا اتصال تليفوني أخر تفضل وعليكم السلام عليكم السلام يا دكتور أنا أعبالي من جهاز عشرين عشرين لتنين عشرين وعشرين أي 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 يصبع لكي ده كان فيه تعب اللي أنا كان بخش الحمام كتير أي وبعدين اللي أنا فرصة كشفت عند الدكتور وفي الألم تعمل بسأمزح في الزيابة عندك إيه أنا لا يحامز أي يا فندم اللي عند حضرتك ده اسمه التهاب المثانا غير البكتيري لحديثات الزواج اسمه عند الدكترا هانيمون سيستايتس التهاب المثانا الذي يحدث في شهر العسل نتيجة للعلاقة الزوجية المتكررة في بداية الزواج والتي تقوم بتهييج جدار المثانا فالستة تبتلت تشتكب أعراض إنها بتخش الحمام كتير وبتختفي الأعراض دي بعد فترة معلش يا بس كمان حاجة بس معلش جيت أنا بعد كده كشفت وكايفت جدا نتوجع بيجيتش في البحن يعني أيوة بعد كده يعني سألت ممكن دوره فيه ده مثل معلش لا أنا ما سمعتش آخر جملة يعني أنا كنت بتجيلي تعرف الرحم بالزبط أه فأنا كنت يعني مش فاهم أدام من الحقيقة كمان أنا مش هقدر أفيد حضرتك لأن ده يفيد حضرتك فيه من يراكي ويجري لحضرتك إيه صنار عشان يدل عليه وإن كان يبدو إن حضرتك بتستخدمي كعادة المصريات كلمة ألم في المهبل هم دايما العضو اللي تحت ده يوسفو الرحم مع إن اسمه المهبل ويبدو إن ده من برضو التهاب المثانة اللي اسمه التهاب المثانة غير البكتيري في حديثات الزواج واللي بياخدله بعض الستات من شهرين أحيانا ستة شهور أحيانا سنة في بداية الزواج ثم يبتدي ينتهي تدريجيا وحضرتك ما مرش عليك لسه هذه المدة لسه ما كملتيش شهرين ونص جواز علشان ينتهي هذا هذه الأعراض طبعا بس أنا عايز ألفت حضراتكم للثقافة المصرية ها خلي بالكم كده من الاتصال اللي فات لما أنتم تلاحظوش لكن أنا ألاحظ الكلام بقول ولدت يوم تمانية تمانية 2018 اخترت تاريخ الولادة عشان يبقى يوم ظريف وموسيقي دي شغلانتنا دي الستات بقى اللي بتجيلنا علشان ايه تفرح قلبنا أنا عايز أولد يوم كذا والمدام كمان اتجوزت يوم عشرين اتنين ألفين وعشرين عشان أفضل دايما أحط اتنين وصفر واثنين وصفر واثنين وصفر ماشي بعد زواج بشهر الحمد لله كان في حظر مجتمعي للأسف الشديد معنا اتصال تلفوني آخر اتفضلي وعليكم السلام أنا أيا كلمتك قبل كده وعملت حقن مجهري وكان عندي فرط طبويت قلت لحضرتك فرط طنشيط ايه عملت العملية مرة وما نفعتش وتاني مرة برضه وعملتها الشهر الشهر دي وما نفعتش وارد يا فندم الحقن المجهري وارد اللا ينجح ونسب عدم نجاحه ضعف نسب نجاحه المهم ربنا يراضيك ان شاء الله يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة هي الأجنة بتاعتي يوم الثالث ايه فهو دو يعني ممكن الأجنة هي فعلا ما اسكملش ولا ممكن يكون أنا عندي حاجة يعني هي الدكتورة عملت الأشعة زي ربعية الأبعاد كذا مرة وتقول ما فيش أي حاجة أما دام بصي حضرتك عشان انتي انتي بتروح لهم تقول لهم ايه أنا عايزة أعرف هو فشل ايه فبياخدوك على قد ده عالك يقولك طب بصي روح يعملي الأشعة دي طب بصي روح يعملي التحليل ده عشان حضرتك مش عايزة تقبلي الجملة اللي أنا قلتها لا يمكن للحقن المجهري أن يفشل دون أن يكون هناك سبب ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب للحقن المجهري فشله الحقن المجهري وجد ليفشل 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 ثم لينجح مش معناك أنه ينجح روعة مرة يعني نسب الفشل أعلى كثير من نسب النجاح فحضرتك بصي بتقولي ايه الأجنة بتاعتي البوايضات بتاعتي عندي فرط في التنشيط البوايضات نوعيتها مش كويسة لما تكونت أجنة ما راحتش لليوم الخامس دي فضلت اليوم التالت كل الكلام على البوايضات فلما حضرتك قمتي أيلالهم هي فشلت ليه أما قلت لك روح يعملي صنار اللي هو بيبص على ايه على الرحم فأكيد الصنار هيطلع كويس فقلت لك بصي بقى احنا مش عارفين يا ستي حضرتك زي دكتور الأنف والأذن والحنجرة حضرتك عندك مشكلة في الحنجرة صوتي ما بيطلعش يا دكتور وريني ودانك كده الله ودانك هيلة حضرتك كده مشكلة في المبيض وبوايضاته وتبويضه وجودة ونوعية بوايضاته وبالتالي الأجنة المشكلة هنا فحضرتك مش عايزة تقتنع بتقول لهم ايه لا أنا عايزة أفهم وفشلت ليه لا ضروري يبقى فيه سبب لا دورولي على سبب فعشان يهدوك يقول لك طب بصي روح يعمل الأشعة دي فالأشعة دي بتبص على مين على الرحم فحيقول لك الله الأشعة هيلة وما فيهاش غلطة في الرحم الغلطة فين في المابيا وبويضاته وجودتها وهرموناته مش في مين مش في الرحم لأن حضرتك لأنك مصر عندهم طلعوا لي سبب حاولك طب احنا عشان نهديك بصي روح يعمل التحليل ده وروح يعمل الأشعة دي اللي هي أكيد هتطلع كويسا لأنهم بيدوروا على الحتة اللي ما فيهاش خلل معنا اتصال تليفوني الحقن المجهري وجد لإيه ليفشل الحقن المجهري يفشل أكثر مما ينجح الحقن المجهري ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب للفشل الحقن المجهري يجب أن تهيئ نفسك أنه قد يفشل أكثر كثيرا من أن ينجح مش ده الكلام اللي بيقولوا ده كترة الحقن المجهري أيوة ده شغل سوء يعني لكن الحقن المجهري وجد عشان نسب الفشل فيه ضعف نسب النجاح للأسف معنا اتصال تليفوني آخر أيوة أيوة السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور أنا مجهزة لها سنتين كويس عملت كل التحليل والحمد لله كل الدكترة قالولي كويس حضرتك أكيد نسيت تقولي الجملة أن ما حصلش حمل طول السنتين دول كالعادة أيوة ما حصلش حمل خاص وسنك كم سنة؟ أنا عندي 21 وجوزك قاعد معاك طول السنتين دول أم أيوة طيب وهو حلل وهو حلل وكان عنده دوالة وعملها والحمد لله لنسبة المنى والتعب هات كويس بقاله قد إيه عمل العملية؟ بقاله سنة سنة عملها من شهر الثلاثة اللفات غير اللفات من شهر الثلاثة اللفات غير اللفات يعني من شهر تسعة اللفات من بعد العيد الكبير كده وعليك خير عمل التحليل فالدكتور قال له خلاص أنت كويس أيوة تمام يعني بقاله تقريبا ست شهور وأكتر تحليله حلو أيوة تمام وبعدين؟ وبعدين أنا رشت من فترة للدكتورة فأبن ما تكشف عليها قالت أنت عندك تكايفاتها على المبيض ده أول ما شافتك من وشك من طلطك يعني أه من طلطها عليها قلت أنت عندك تكايفاتها على المبيض ولازمة تتعالك كويس أول هو حضرتك وزنك قد إيه؟ مية وخمسة مية وخمسة ومحدش قبل الدكتورة دي قالك نا أنك لازم تخسي؟ لا يا ربي طيب آه عندها حق طبعا يعني أنا بجي دلوقتي بعمل ريجيم بعمل ريجيم بس بخسش بسهولة بنزل في الوزن بصعوبة وانت عارف كمان يا دكتور الوقت بقى في حظر وقاعدين في البيت ولا بنخرج ولا بنروح ولا بنيج لا مانا عندي مشاية في البيت مشاية في البيت يعني آه بتمشى عليها خمس دقايق كل يوم مرة الصبح ومرة بالليل لا ساعة طيب ربنا يقدرك وبعدين يا رب فالمنا رفت دلوقتي في أسماء وجود الدورة بيجيني واجع في قنوات فلوب لا لا ما عليش استني ده انت مبدعة ايه واجع في قنوات فلوب دي وانت تعرفيها من اين دي لا ما صيدلية انا يعني دكتورة صيدلية ايه يا فندم ما تقولي عندي واجع في اسفل البطن واجع على جانباي البطن هو ايه اللي في قنوات فلوب دي ها عندي واجع بيجيلي تحت يا دكتور عالجنبين عالجنبين ايوه ايوه بس بيجيني بس بيجيني جديد شديد يعني وانا عايز اعرف يعني وممكن يعني اشفى يعني من تكايسات المبيض واخلف تمام اولا السؤال بتاع حضرتك شقين ممكن اشفى واخلف ممكن اخلف الاجابة نعم لان تكايس المبايض مرض يؤخر الحمل ولا يمنعه ممكن اشفى الاجابة لا لان تكايس المبايض مرض مزمن لا يشفى لكن ينضبط وحضرتك لما تمشي على المشاية ساعتين وثلاثة في اليوم ده عامل مساعد لكنه ليس فقد الوزن فقد الوزن بنظام غذائي فقد الوزن بريجيم فقد الوزن بتنظيم نوعية وعدد وكمية الوجبات وتتابعها اما الرياضة فهي عامل مساعد يعني ايه عامل مساعد يعني خلي اللي بتعمل نظام غذائي بدل ما تخس تلاتة كيلو في الشهر يبقى اربعة طب اللي تعمل رياضة بس وما تعملش نظام غذائي هتخسها بايه صفر وقد تزيد طعم الغريب ان الدكتورة الوحيدة اللي قالتلي تخسي واول ما شافتك والبقين كلهم شافوك ونظروك وما حدش قالت كلمة ان لازم حضرتك تخسي فقد الوزن شيء اساسي وحتمي ربنا يوفاك ان شاء الله معنا اتصال تليفوني اخر بلغوني عشان قبل ما نشوف الصور بعد اذنكم هالو ايوه ازاك يا دكتور اهلا بيكي انا مدام غذة من محفظة اسيوت نورتي وشرفتي وانستي تفضلي الله يخليك يا دكتور انا معايا كان ابني لي تلات سنين وتوفر مني وانا اصلا باخد يعني لما بحامل باخد غرضة في الرحم ايو ويعني ليه ست شهور حيش اللولب بتاعني ست ابني متوفة ما حصلش حال وراحت عنده دكتورة شلت حشت اللولب وبعدين ايه حشت اللولب ليه ست شهور ما حملتش يعني ايوه فروحت عنده الدكتورة جايد لده فيه شوية كسر بس هندي حقنا كده ايوه وشريت برشام اللي هو حاجة تفجر الحبنة تفجر المبايدة والشريت البرشام عشان يكبر البايدة عشان ده اسمه تنشيط للطويد عشان ما فيش حاجة في الطب اسمها كسل المرة ده اسمه تكيس مبايد لكن ده كاترة السعيد لازم يقوله الكلمة دي عندك كسر اه عندك ضعف عندك دهون على المبايد اه خدت دول مرتين بس يعني ما حصلش حاملة فانا يعني الطاورة الشهر ده هي بتيجي بانتظامه في شهر 22 في الشهر اه الشهر اللي فات جابنا رمضان جات ليام 12 في الشهر ايوه وجاتني كثيرة يعني فانا حبات ان انا يعني مش عارفة مثلا ارجع ان الدكتور تاني خلي جوزي يحلل والامس حاضر حجوب اوه اسمعيني جوزك يحلل ده حتما تروحي الدكتور تاني يطلب تحليل للهرمونات لازم وتحليل الهرمونات يشوفها ويحكم ايه المشكلة اللي فيها واذا كانت بلادات سابقة بقيصرية يطلب اشعة بالسبغة ده شيء حتمي عشان بيان الانبيب قبل ما ناخد اي قرار في علاج لازم يبقى فيه تشخيص عشان نبقى بنتكلم طب للأسف الشديد قلت لحضراتكم ان الاطباء والجملة دينا قلتها وبكررها على خط النار وهم خط المواجهة الاول على الناس تعرف ما يواجهه الاطباء والاطباء زي القادة في المعركة يعني ايه القادة في المعركة القائد الجيد الجيش اللي حينتصر تلاقي القائد يتقدم جنوده فالقادة يصابه زي ما الجنود يصابه ودي الجيوش اللي بتنتصر فالاطباء في خط المواجهة مع هذا الفيروس وكبار الاطباء يصابه للأسف الشديد بالأمس اعلن اصابة عميد احدى كبرى الكليات الطبية الافرع الطبية في جامعة القاهرة وفجر اليوم توفي الى رحمة الله تعالى الصديق والزميل العزيز وزميل الدفعة نزلوا الصورة لو سمحتوا الاستاذ الدكتور هشام الساكت رحمه الله بعد اصابته بفيروس الكورونا وهو وكيل كلية الطب الاصر العيني لشؤون البيئة زميلي وصديقي وزميل دفعتي وجراح المناظير الذي لا يعلى عليه ولا يغلاش على ربه رحل بعد اصابته في هذا المرض لان الاطقم الطبية تصاب ومش بس الفنيين ومش بس الممرضات ومش بس فنيين الاشاعة ومش بس صغار الاطباء كبار الاطباء ووكيل كلية الطب الاصر العيني واستاذ جراحة الاطفال وجراح المناظير الباهر الماهر احسن الله ختامه ولا نزكي على الله احدا وتوفي بعد معاناة مع مضاعفات هذا المرض فجر اليوم فجر الجمعة في هذه الايام المباركة في شهر الرمضان ربنا يجعل مالاقا في ميزان حسناته ويغفر له ويرحمه سيظل المرض موجود وسيظل عدو لكن يجب ان نتعامل ويجب ان نتعامل تعاملا جيدا وسيظل يصيب وسيظل يفارغ احباء ولا نعلم من يصيبه غدا ولا نعلم ولا تدري نفسهم باي ارض تموت الاطباء كبار الاطباء المتخصصين وكلاء الكليات عمداء الكليات يصابوا وقد يصلوا الى مرحلة الوفاة عشان ربنا يدينا العزة ان فوق كل ذي علم عليم وانه مهما اكتهدته وتعلمته ووا ووا ففي الاخر ارادة الله هي التي تسري وهو اللي حكمه ماضي رحم الله الزميل الفاضل والصديق العزيز الاستاذ الدكتور هشام الساكد زميلي ودفعتي وصديقي ووكيل كلية طب القصر العيني لشؤون البيئة غفر الله له ورحمه وخالص العزاء لأهله ولأسرته ويلهمنا ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان ويجعل ما لقى في ميزان حسناته ورفع درجات له وهذه البلد ستظل تواجه كل شيء ومحروصة بإذن الله سيظل يدافع عنها جشها وشعبها وأولهم الأطباء يدافعون عن الناس وعن مرضهم ويحاربون من أجلهم نشوف الصورة الأخرانية رحمة الله على شهداء الوطن وشهداء تفجير الأمس في المضرع التي انفجرت في بيرعب وكلمة لكل يد آسمة طريق دماء المصريين مش هتنجحوا ومش هتفلحوا وهذا الشعب سيستمر وسينتصر وهذه البلد محروصة بإذن الله كل السيدات وكل الأنسات كل التحية وكل التقدير للأطقم الطبية ولجيش مصر بإذن الله تعالى ستعود الأيام وسألقاكم إذا كان في العمر بقية وسنلقاكم بإذن الله تعالى وتكون انقشعت الغمة هذه سنة الله في خلقه إلى أن أعود وألقاكم كل السيدات وكل الأنسات ساعدنا بلقياكم وكما نسعد بوجودكم نرجو أن تكونوا بتستفيدوا وتسعدوا بينا وبإذن الله أجلكم فمعادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما دايما دايما